اشتركوا في القناة ده اعلان غير رسمي من النادي الاهلي عن نجاحه في التعاقد مع مهاجم هداف بديل الاعلان هو اللي متأخر لما يتم تسويت كل الامور والكشف الطبي وان شاء الله عمل فيديو التقديم انما الاهلي في اللحظة اللي انا بكلمكو فيها دي وقبل ما يعلن عن المهاجم المحترف الاجنبي ما عندوش ولا راس حربة في اللحظة دي لان احنا استغنينا عن شادي حسين خلاص راح نادي يزد ودي استغنينا كمان عن محمد شريف بعينها لنادي الخليج السعودي ومحمود كهرباء مهدد بالايقاف زي ما انتو كلكوا عارفين ست مباريات بقرار من لجنة التظلمات ست مباريات يعني انت في بداية المسم لا شادي موجود ولا شريف موجود ولا كهرباء موجود تقدر تقول ان النادي الاهلي خلص الصفقة فعشان كده طلع شريف بسهولة جدا 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 من فضل الله الصفقة الكبرى تمت لكن الاهلي كعدته قافل عليها بامتياز بس في ست حقائق عايزك تعرفهم انت كاهلاوي محترم في صفقة محمد شريف للخليج السعودي اولها ان محمد شريف اكتر لاعب من النادي الاهلي تهاجم من جمهور الاهلي لدرجة ان عملوا له هاشتاج ضده في السوشيال ميديا من جمهور الاهلي بعد الفرصة اللي ضايحها في مباراة فيلامينجو البرازيلي في المغرب في كاس اندية العالم حاجة تانية اللي لازم تعرفها ان محمد شريف خرج من الباب الكبير قرار مجلس ادارة قرار محترم لبيعه لنادي الخليج السعودي في اقوى دوري في المنطقة بجدارة محمد شريف رايح يمثل الاهلي ويمثل مصر راس حربة لنادي الخليج في الوقت اللي فيه راس حربة نادي النصر السعودي هو كريستيانو رونالدو ورأس الحربة بتاع الهلال هو نايمار البرازيلي ورأس الحربة بتاع اتحاد جده هو كريم بنزيمة الفرنسي رأس حربة خليج السعودي هو محمد شريف الاهلي من مصر تالت حاجة لازم تعرفها ان المهندس عدل القاعي رئيس شركة الكورة وصاحب الدور الاكبر في الصفقة دي في المفاوضات عشان يضمن للاهلي كل حقوق قال امبرح بالحرف الواحد عدل القاعي مش احنا عدل القاعي اهل شريف كان حريص جدا على مصلحة الاهلي وما حبش يزعله ووافق على كل شروطه نمرة اربعة النادي الاهلي خد في الصفقة دي واحد وتمانية من عشرة مليون دولار ما يقترب من تمانين مليون جنيه مصري والاهلي شاري الشريف من وادي دجلة من كام سنة بخمسة مليون جنيه شوف خمسة وسبعين مليون جنيه مكسب غير اللي عمله للنادي الاهلي نمرة خمسة وده اللي اتكلمنا فيه مبارحة محمد شريف حيتقادى راتب سنوي من الخليج السعودي واحد ونص مليون دولار اكتر كتير من ستين مليون جنيه مصري اكتر سبع مرات من راتبه في النادي الاهلي نمرة ستة وده اخر حاجة محمد شريف حط في العقد بينه وبين الخليج وبينه وبين النادي الاهلي كل الضمانات اللي تضمن عودته للاهلي واللي تضمن ان حتى لو الخليج فسخ عقده معاه ما يرجعش لأي نادي مصري وان النادي الاهلي هو اللي يفكر اول عايزه ولا مش عايزه في الاخر وجه رسالة عظيمة شريف لجمهور الاهلي شكرهم 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 واتمنى العودة لنادي وقال بالحرف الواحد والكلام مكتوب ان مفيش لعب في الكون يشرت او يقدر يشرت ومتخلقش اللي يشرت عن نادي الاهلي عشان الاعلام اللي كان بيقول شريف بيه الشرط بالتوفيق لمحمد شريف اللي هزش باك الزمالك سبع اهداف في الدوري في اخر ثلاث سنين ما حصلتش في التاريخ سبع اهداف للاعب واحد في ماتش الاهلي والزمالك في الدوري في ثلاث سنين جايب في اربع ماتشات واربع الاخيرة مبروك لشريف وبنتمنى له كل التوفيق بخلوق شريف دلوقتي بقى فيه ست لاعبة خرجوا من قائمة الاهلي علي لطفي وايمن اشرف وحمد فتح وبرونو سافيوس شادي حسين ومحمد شريف ده خلينا اربعة ده خلينا من اللي جايين من الاعارة كريم ندفد وصلاح محسن واخدنا امام عشور من ميتولاند الدنباركي واخدنا رضا سليم المغربي من الجيش الملكي المغربي ممكن تحسب امونكو ما تحسبش زي ما انت عايز اكرم توفيق وكريم فؤاد مش معانا من يناير اللي فات تمن شهوره ومش معانا هيرجعوا ان شاء الله ان شاء الله لكن الايام اللي جاية والغاة يوم 24 اغسطس موعد العودة للتدريب والكشف الطبي فيه تلات صفقات ان شاء الله ان شاء الله نوعدكو بيهم المهاجم الاجنبي المحترف اللي تقريبا خلصت الحمد لله والمهاجم الصغير السن اللي من افريقيا ومدافع محلي ان شاء الله يكون على المستوى انما في هدوء تام مجد افشا ابن الاهل البار القضية ممكن جد للاهل خلاص سنتين كمان السنة اللي جاية هو ليه ليه العقد ساري فحطت باعه بسنتين يخلاصه الفين ستة وعشرين وساب الاهل يقدر مرتبه شكرا وقع على بياض والاهل هو اللي يحط الفلوس كلمة التوقيع على بياض في بيان النادي الاهلي خرمت ودن ميدو طلع يسرخ يقولك ما عادش في حاجة اسمها توقيع على بياض انت مالك انت مال اسرتك اساسا بالكلام انت مال نديك خليك زي ما انت كده شمال خليك شمال لغاية ما اسوريو يلاقي مدافع يلعب بيه وانت تفضل شمال ندي الاهلي النهاردة ان شاء الله بيجهز عن طريق الشؤون القانونية شكوى لتقدمها للاتحاد الدولي لقراط القدم الفيفا ضد لاعب المغرب محمد الشيبي لاعب نادي برامدس الشيبي خالف كل لوائح الفيفا اللي تمنع اللاعبين والاندية من اللجوء للقضاء المدني في الامور الرياضية الخاصة بالمباريات والبطولات واحداثة وصل لحسين الشحات خطاب رسمي من النيابة تطلب استدعاءه للتحقيق في وقعة اشتباكه مع محمد الشيبي بعد مباراة برامدس في الدوري الوقع اللي صدر فيها قرار رسمي من ربطة الاندية باقاف حسين الشحات لمبارتين بمجرد وصول الخطاب النيابة ندي الاهلي عارف خلاص ان في قضية وعارف رقم القضية وعارف التفاصيل الشؤون القانونية بتجهز الشكوى اللي هتروح للفيفا الفيفا بيمنع تماما تماما لجوء اللاعبين للقضاء المدني في اي امور خاصة بالمباريات واحداثها وبتترك للاتحادات الاهلية اتخاذ القرارات النهائية في هذا الامر لذلك شكوى النادي الاهلي الى الفيفا مش هتاخد وقت طويل الفيفا من اول جلسة اول ما يتأكد من الامور دي حيصدر قراره بايقاف محمد الشيبي عن اللعب نهائيا لحين سحب الشكوى ويحيوقع عليه مزيد من العقوبات بين الايقاف لفترة زمنية معينة وبين غرامة مالية الاهلي هو بيحاول يرفع شأن مصر بيرفع شأن مصر وبيرد النادي الاهلي بيرد رسميا بقرار رسمي على ما يحدث الان من هبوط للدور المصري ومن اعلاء للمسابقات العربية الاخرى على الدولة المصري النادي الاهلي بيقول افتحوا الملاعب والمدرجات ورجعوا الجماهير وارفعوا قيمة الدور الاهلي بعت مبارح خطاب واضح جدا للاتحاد المصري للكرة القدم للتواصل مع الجهات الامنية وزارة الداخلية لفتح كل المدرجات في كل المباريات للسعة الكاملة للجمهور بعد ما نجحت التجربة لمباراتي الاهلي ضد الهلال السوداني وضد الودادي المغربي في دوري ابطال افريقيا باكتر من خمسين الف متفرج في استاد القاهرة في المباراتي انما طبعا انت كمصري تستغرب ان الاهلي بيحارب لوحده ايد لوحدها الاهلي النادي الوحيد اللي خاطب اتحاد الكورة عشان عودة الجماهير زي ما الاهلي هو النادي الوحيد اللي خاطب اتحاد الكورة عشان يطور التحكيم والفيديو زي ما الاهلي هو النادي الوحيد اللي خاطب اتحاد الكورة عشان يطبق لوائح اللقب النظيفة في مصر الاهلي فوادي الاهلي فوادي عايز مصر يبقى فيها كورة واغلب الانبية بزعمة الننوس والاسيوت فوادي التاني خالص عايزينها ميغة عايزين فلوس رايحة فلوس بتتغسل فلوس بتترمى على الأرض إنما في الوقت اللي الإعلام المصري نازل تكسير وتقليل في الدوري السعودي من غير أي لازمة ومن غير أي فايدة احنا هنكسب إيه لما نقلل من الدوري السعودي ارفع شأن الدوري بتاعنا بس ده اللي أنا يهمين في الوقت ده نادي اتحاد جدة اللي بيلعب له أحمد حجازي نجم منتخب مصر وكان بيلعب له طارق حامد لغاية مبارح وطارق حامد مبارح تركه لينضم النادي ضمك السعودي برضو في الدوري السعودي نادي اتحاد جدة مركزوا بمنتهى القوة دلوقتي لإقناع محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية بأكبر عرض لأي لاعب كرة قدم في تاريخ الكون قبل ما أقول لكم العرض وتفاصيل إيه رأيكم لو صلاح لعب في نادي التحاد جدة تفتكروا الصحافة المصرية مش هتتابع الدوري تفتكروا مش هنتفرج على ماتشاته عشان تعرفوا ليه البرتغال بتتفرج وليه البرازيل بتتفرج وليه فرنسا بتتفرج ما هو لو محمد صلاح راح للتحاد جدة كلنا هنتفرج على الدوري السعودي وكلنا هنشجع على التحاد جدة عشان الناس اللي كانت بتقلل من الكلام عموما صلاح غضبان جدا من مدربه الألماني يورجين كلاب بعد مكلوب غيره في الشروط التاني في مباراة شيلسي في لندن في افتتاح الدوري اللي انتهت واحد واحد صلاح خرج غضبان جدا قدام كل الناس وما راحش يسلم على مدربه وكل الدنيا تكلمت عن الواقعة ووصل الامر للاعب انجليزي ووقح اسمه راي كين انه تطاول على محمد صلاح راي كين ده كان بلعب في منشستر يونيتد وتطاول على صلاح عشان خرج غضبان نادي التحاد جدة كان بيحاول مع صلاح من عشر ايام وعرض عليه مية وتمانين مليون دولار في سنتين ولكن صلاح رفض ورامي عباس وكين صلاح طبع وقال علنا كده مكملين في ليفربول لكن بعد وقت تغييره ومشكلته مع كلوب نادي الاتحاد فكر ورجع وضغط تاني ورفع العرض تخيل من مية وتمانين مليون دولار مستعدين يدولوا دلوقتي ميتين واربعين مليون دولار في سنتين يعني مية وعشرين مليون دولار في السنة يعني عشرة مليون دولار في الشهر يعني اتنين ونص مليون دولار في الاسبوع تتخيلهم لو حولت الكلام ده للجنيه المصري اول ما تبدأ تتكلم تتكلم بالمليارات اول ما تقول صلاح هيقبض تتكلم بالمليارات مش بالملايين بالمناسبة تحاد جدة هو اللي حينظم كأس العالم للاندية في السعودية في ديسمبر المقبل واللي النادي الاهلي حيشارك فيها ممثل لافريقيا لو محمد صلاح راح نادي التحاد جدة هتبقى اول مواكهة في التاريخ لمحمد صلاح بعد احترافه ضد نادي مصري ضد الاهلي لكن لسه لحد هذه اللحظة صلاح ما قالش اوكي ولا وافق ولا حط عطى حتى اشارة موافقة لنادي التحاد جدة انتهى الموضوع وربطة الاندية موجودة بالتزكية فيش انتخابات زي ما اتحاد الكرة مجلس ادارة اتحاد الكرة جاه بالتزكية ما فيش انتخابات الكرة في مصر يا جماعة مش بتاعتنا بتاعت الناس اللي بيختاروا مجلس ادارة اتحاد الكرة ومجلس ادارة الربطة وبالامر وبالتزكية ومحدش تاني يترشح اوعى يا سامح فهم يتفكر انك تترشح او يعاد لقي تفكر انك تترشح لا ما فيش انتخابات محدش يتدخل في الكرة في مصر انما كان من المهازل بتاعت الترشحات اللي عمله نادي الزمالك لما رشح امير مرتضى منصور لعضوية الربطة هو ما عندوش اي مؤهل للعضوية ولا للوايح لكان في يوم من الايام لاعب ولا شطها ولا كان في يوم من الايام حكم ولا صفرها ولا كان في يوم من الايام مدرب ولا كان عضو مجلس ادارة يدخل بامارة ايه يدخل لان ابوه مرتضى منصور هو صاحب النادي وصاحب العزبة وقال لك حيدخل ويشيل ابن احمد رفعت خالد رفعت واخوه احمد مرتضى هو اللي ممشي مجلس الادارة النهاردة اخويا يدخل انا بصحيب ادري ما بيرضاش يا صاحب رشحوا لكن اول ما عرفوا انه ممنوع يدخل وان اللوايح ما تسمحلوش قالوا له ايه الحق قدم اعتذاره وقدمه لاتحاد الكورة كأنه فوجئ انه مترشح وكتب في خطاب الاعتذار انا فوجئت بالترشح ده بابا واخوك هم اللي مرشحينك ده انت عرفت بخبر الترشح وانت الفوت على وشك ابعت خطاب الاعتذار لنادي الزمالك انه تبعت خطاب الاعتذار لاتحاد الكورة الخطاب ده كان لازم يتقدم وانت قاعد مع بابا واحمد على الفطار وماما رايحة تجيب طبق البيت تقول لهم انا مش داخل عشان قالولي كخة ما تنفعش تشترك وبعدين بيقول اصل انا مش فاضي عشان انا محامية ولا ترفع في قضية ولا في دايرة ولا يقرف حاجة عن المحامة على الاطلاق اخر حاجة عايز اقول لكم النهاردة بيمر ميت يوم على مباراة كاس السوبر بين الاهلي وبرامز اللي كان الزمالك مفروض يشارك فيها والسحب ميت يوم ما فيش عقوبة على الزمالك لحد النهاردة ميت يوم الزمالك ما باعتش الشكوى بتاعته للفيفا لحد النهاردة مع ان ميدو كان مفاهمني انها سهلة قوي وان سالفاتوري المحامي الايطالي قال له كفالي قال له دي اسهل قضية في حياتي وحكسبها في ثانية وكرة المصرية حتندم وحتدفع تمن غالي قوي 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 الكرة المصرية قول لي يا ميدو حصل ايه او اسأل لي كفالي حصل ايه وطبق صباحكم اشتركوا في القناة